الحمامة والملك الحزين والثعلب زعموا أن حمامة كانت تفريخ في رأس نخلة طويلة وكان بناء العشية تطلب منها جهدا ومشقة لارتفاع النخلة فإذا انتهت من بنائه بادة محضنت بيدها وبعد أن يفقص بيدها يجيئها الثعلب قد تاد على ذلك لعلمه بوقت تفريخها فيقف تحت الشجرة ويسوح بها ويتوعدها يطلع إليها فتلقي إليه فراخها وفي يوم من الأيام أقبل ملك الحزين فحط على النخلة فلما رأى الحمامة حزينة شديدة الهم قال لها يا حمامة ما لي أراك حزينة يا ملك الحزين قلما كان لفراخ جأني تعربي وجدني فأخاف منه وأغمي إليه فراخي إذا تكيج به لا لقي إليك فراخي فأطلع وخد بنفسك فلما علمها ملك الحزين ذلك طار فحت على شاطئ نهر فأقبل الثعلب في الوقت الذي تفرخ به فوقف تحتها ثم صاحبها كعادته فأجابته الحمامة بما علمها ملك الحزين فقال لها الثعلب أخبرني من علمك هذا يا ملك الحزين فتوجه الثعلب حتى أتى ملك الحزين على شاطئ نهر وقال له يا ملك الحزين إذا أتتكى الريح عن يمينك أين تجعل رأسك؟ عن يساري فإذا أتتكى عن يسارك أين تجعل رأسك؟ أجعل عن يميني أو عن خلفي فإذا أتتكى الريح من كل مكان أين تجعله؟ أجعله تحت جناحي لا أظن إنك تستطيع ذلك؟ بلى أريني كيف تصنع؟ لقد فدلكم الله علينا إنكم تعرفون في الساعة واحدة ما نتوصل إلا معرفاته حلثنا وتدخلون رؤوسكم تحت أجنحاتكم من البرد والريح أريني كيف تصنع؟ فأدخل الطائر رأسه تحت جناحاه فوتب عليه الثعلب عده ثم قال له تحت النسحة للحمامة وتعلمه الحيلة وتعجز عن ذلك لنفسك حتى يتمكن منك عدوك ثم قتله وأكله كليل وجمنا إبن المقفى ترجمة نانسي قنقر